أفاد مصدر محلي باندلاع حريق في أحد الفنادق بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وأكد المصدر أن الحريق اندلع في فندق جالا الواقع على شارع ستين بالقرب من حي جالا كاند وسط المدينة وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي نشب في أحد الغرف في الطوابق العليا وأمنت خروج الساكنين في الفندق وفتحت تحقيقا في أسباب الحادث اشتركوا في القناة